هيا تعال تعال راح انطعمكم طلعوا بكيه كيفا عليها كل هلا والله حبايب قلب يسعد اوقاتكم يا ابطال وكيف حالكم واش اخباركم ان شاء تضلوا بخير و سلام طبعا قبل ما نبدأ اى فيديو زي ما عودناكم صلى على سيدنا محمد اللهم صلى على سيدنا محمد اليوم يا اخوان رح نحكي عن موضوع مهم وحلو ومفيد هو زي نظام مشروع للي عندهم مزرعة ارانب مزرعة خرفان مزرعة عجول اي مزرعة عندك بتوكل الاشي اللي حنحكي عنه طبعا قولنا نبدأ الفيديو لايك والشير للقناة عشان عنا وصلنا على 10.000 مشترك زي ما عودناكم رح نوزع عليكم الهدايا اللي وعدناكم فيها من قطط وصفير وسلاحف وكل حاجة حلوة الموضوع يا اخوان اللي رح نحكي فيه صليتوا عن نبي الموضوع اللي رح نحكي فيه استنبات الشعير في البيت او في مزرعتك او في اي مكان انت حابب تعمل فيه هفرجيكم الطرق هاده اللي رح نستنبت فيه طبعا هو اسهل طريقة ممكن تشوفها في عالم الاستنبات وطبعا هذا علف مغزة وفيه بروتينات وفيه كل اشي للشعير فخلينا افريكم الطريقة اللي رح نستنبت فيها الشعير في البيت او في المزرعة او في اي مكان ولكن انا جبتلكو عينة عشان اعلمكم كيف تعملوا استنبات لمزرعتك في البيت خلينا اوضحلكو بكل خطوة ومن البداية ايش رح يصير ويلا معانا ولايك للفيديو وبسم الله بالبداية اخوان بنجيب صونية بلاستيك او بنجيب علب بلاستيك واسعة عقد انت حابب تعمله طبعا لازم تكون مفرغة زي ما انتو شايفين وطبعا بنجيب قلون مية وهيات للشعير طبعا هادا لكلور هادا المواد الاساسية اللي راح نعمل فيها استنبات الشعير طبعا في البداية لازم تتأكد من الشعير انه كويس ومش خربان او مسوس وعشان ينبت بسرعة ويطلع عنا خضار وحاجة حلوة مرتبة في البداية اخوان بنحط للشعير عشان نقيم منه الشوائب اللي زي هيك احنا عملنا ما يقارب تقريبا اوقية او اقل هاي بنقيم هادا اخوانا هادا مش لازمة بنقيمها من قصل الشعير من عشاب تانية فبنقيمها واللي تحت بنخليه عشان احنا اللي راح نستخدمه ونستنبت منه الاشعير طبعا يا اخوان الكيلو منه هذا الكيلو الواحد بيعمل معاك 7 كيلو شعير من الاخضر يعني بيغنيك عن الاعلاف هيك تقريبا خلصنا من غسل الشعير والامور تمام ولكن ضايل بعض الشوائب بنحط لكلور يا اخوان ليش بنحط لكلور يا اخوان طبعا بنحط لكلور بمقاييس معينة مثلا بدك تحط على الكيلو بتحط 10 سنطي 5 سنطي على عبو هوا كمية الشعير الموجودة عندك بتحط لكلور لكلور يا اخوان بيكتل المايكروبات والافات الموجودة في البذر لهيك بنخليه منقوع برضو في الكلور لمدة 6 ساعات عشان برضو الشعير يبدأ عملية الامبات ويكون معقمه 100% فبعد ما يتم عملية الامبات رح نفريكو ايش النتيجة وهتبعلكم معا يوم بيوم كيف رح ينبت هذا الشعير ولكن هلحين بنخليه منقوع ل6 ساعات في البداية طبعا يا اخواني بعد ما تم نقع الشعير في الماء والكلور لمدة 7 ساعات حين رح نقيمه من الماي ونحطه في العلبة هاد اللي قلنا لكو عنها في بداية الفيديو فخلينا نقيم الماي ونفريكو كيف رح نصفته بالظبط هيا دقمنا الماي اخوان بنبدأ نضعه في العلبة المخزقة او المخرمة زي ما انتو شايفين وبنحطه في مكان معتم ومكان بعيد عن القوارض والفران عشان يكون بالسليم ورح نستنى عليه سبعة ايام لينضج ويصير طوله او اربعين سانطة من عشرين لاربعين سانطة تقريبا اهم شيء يا اخوان لازم نضع عليه شريطة او قطعة من القماش عشان نبدأ نزق في اول تلات ايام زي هيك ومن ثم بعد تلات ايام رح نروي ونرش ورش في البخاخة انتهينا من تصفيت للشعير رح نضع عليه لشريطة السوداء هاد زي هيك ونزقي شوية مية برضو لنشوف شو رح يصير معانا اخر شي طبعا هاد اول يوم المرحلة الاولى طبعا احبابي هاي اليوم التاني من انبات الشعير يا ما شاء الله هيات بلدة النبت تطلع من البذرة طبعا هاد لازم كل ساعتين ثلاثة او اربع ساعات نزقي مرة هو مغطة فاول ما تنبت رح نقيم عنو هذه الشريطة او قطعة الدماش نشوف ان شاء الله اليوم التالت ايش رح يصير فيه اليوم يا احبابي بدأ فرجيكو الاستنبات الشعير في اليوم الرابع ولكن نزقي شوية بعض من الماء ما شاء الله يا اخوان شايفين اياته كله ناجح ولكن فيه غلط احنا ارتكبناه اللي هو عزيزنا وصديقنا الفار ماك المص اللي موجود فالحين اخوان الية الري لالو بتختلف فالحين رح نجيب بخاخ وكل يوم انبخه ونحطه هادا اليوم خامس يا اخوان لاستنبات الشعير شايفين كيف انظره هادا هو اليوم الخامس لان استنبات الشعير نشوف لما يصير لونه اخضر اكم يوم رح يقعد طبعا يا شماعة الخير بعد ما انتهينا من استنبات الشعير لفترة سبع ايام شوفوا ما شاء الله كيف صار طوله تقريبا ثلاثين سانطة او خمسة وعشرين سانطة ولكن صار معنا بعض الاخطاء ان شاء الله في فيديو تاني راح نقول لكم ايش هي الاغلاط ولكن احين احنا جبناه اخر مرحلة لحتى انطعميه للغنم اللي احنا قلناه هو علف افضل اشي ممكن انك تعمله عندك في البيت وهذه الغنمات يا ولا طلعوا كيف الشرش ضارب يا اخوان من هنا شايفين ما شاء الله تعال تعال راح نطعميهم طلعوا كيف كيفا عليها كيفا 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 تحب الغنمات احسن احسن يمكن انك تعمل عندك في البيت والغنمات بكيفا عليها و بيديهم نتيجة حلوة كتير و كل الحب بلك اخوانا اعجبكم الفيديو لايك و شير للفيديو و انتظرونا في فيديوهات جديدة تحياتنا للجميع والسلام عليكم